يسعد مساكم في موضوع هيدا متل اقتراح لحل قبل ما نغير IC الشحن متل ما شايفينا هيدا هون بينطلق انه في حماية بقلب IC الشحن ممكن هيدا هالحماية هي عبارة على load switch هو قطعة مثل موسفت تحمل القطعة التانية من التيار العالي او الفولت العالي هيدا الحماية موجودة داخل IC الشحن اذا في حال هي تضررت فقط وما تضررت الاشزاء التانية ممكن نحن نقدر نتخطى هيدا الحماية الداخلية بقلب IC الشحن وما نضطر نبدل IC الشحن خاصة اذا في حال ما عنا بديل عنا خلينا نفوت ع داخل IC الشحن الاشزاء الداخلية بقلب IC الشحن ونشوفها كيف مقصمة وكيف الفكرة موضوعها الفكرة كيف بنا نطبقه عندي هون هيدا هون داخل IC الشحن هيدا الفيفاس هو مدخل الخمسة فولت بتفوت الخمسة فولت يلي مش شحن وبتوصل عند هيدا الموسفت هيدا الموسفت هي هيدا الساعة هيدا القسم هو المسؤول عن تحويل الخمسة فولت لأربعة فاصلتين لتغذية النظام وشحن البطارية هيدا الاسم وين فكرتنا متل ما شايفين هيدا الموسفت في مطارح في بعض الإيسيات بسموها Load Switch هيدا في الا طرف ممكن انقيس هل الخمسة فولت عم بيتخطاها ولا لا هيدا الطرف هو بيتسمى ببعض النمازج Power Middle P Mid Mid يعني Middle المتوسط يعني الـ Power Middle الطاقة الوسطية يعني هي لا لانه هي بالمنتصف بين الـ Back Converter اللي بيحول لك الـ 4.5 إلى 4.2 وبين خط الـ VBUS بالمنتصف Power المنتصف فيك تعتبر هيدا وين بتشوفها إذا رحنا لـ Schematic كـ iPhone ليك وين هيدا الـ Power Middle بالـ iPhone الـ P Mid طبعا دائما هاي بتلايقوا عليها 5 فولت بخلال الشحن هيدا 5 فولت هيدا الـ Power Middle طيب وين كمان موجودي موجودي بالـ Huawei هيدا الـ Huawei هيدا الـ Huawei هيدا خط الـ VBUS وهيدا خط الـ Power Middle عطول الـ Power Middle بأي IC شحن بتلاقيه عبارة عن مكسف أو عدة مكسفات ومش ظهرين لمطرح شوف بالـ iPhone فقط مش رايحين لمطرح طرف عطين مكسفات طبعا النموذج تاني بـ IC مختلفة نفس الفكرة نفس الفكرة كليا منشوف الـ 5 فولت بتمرو بتقطع الموسفت وبتوصل عندها المكسفات لكن هون شو بيتسمو BYP يعني الـ Bypass ياب تنكتب BYP ياب تنكتب Bypass كلمة 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 وطبعا ترجع تنزل لهيدا القصم هيدا الصورة شوية مختصرة عن هيدك الصورة بس هون أنا بس للإختلفات هاي شركة المكسف لانو هاي الـ Bypass وين بتلاقيها؟ بالـ Samsung هيدا مسلا هون نموذج للـ Samsung خليني فرجيكم يا هيدا الـ Stand هيدا الـ Volt الشحن هيدا الـ V-Bus أو الـ Charge In بيتسمى بالـ Samsung ما تخلص شحن 5V وهيدا الـ BYP هيدا الـ Bypass كمان نفس الفكرة مكسفات لحالة أو مكسف لحالة طيب نشوف مناموذج تاني Samsung شوية مختلفين نسميين مسلا المصطلح المختلف هاي الـ 5V ونضع الـ V-Bus ونوصل لهم ونوصل لهم طلعا هون Middle V-Bus يعني خط الفي باس المنتصف كمان لك مكسف 1 وصل طيب هلا نحنا شو فكرتنا؟ يعني انه قلنا هاي دي منوصله وين الفكرة اللي ممكن نحنا نقدر نعملها طيب انا اذا في حال هيدا هالجهاز لسبب ما لطيار عالي او لعطل معين هيدا شغلته طبعا حماية هيدا تلف نقطع طيب اذا نقطع هون هيدا نفصل شو هيعمل لي حيمنع الخمسة فولت توصل من هون لهون طبعنا كيف حيمنع الخمسة فولت توصل من هون تنتقل لهون طب هاي الحالة كيف منعرفها؟ منعرفها اذا في حال على مكسف الباور ميدل ملقينا خمسة فولت معناتها في قطع بالمسار يعني الخمسة فولت منقين واصل على الفي باس لكن بالباور ميدل ما منو موجود شو الاقتراح اللي بنعمل؟ طبعا نحن هالحالة اذا في حال سلامة اسم الباورتور اللي الريجوليتر الداخلي اللي بيحول لك قيمة الخمسة لأربعة فاصلتين اننا نوصل خمسة فولت من هون مباشرة من هون لعند هيدا المكسف من الخمسة لعند المكسف هيك بهالحالة خمسة فولت تمشي من هون ضغري مباشرة وبتغذي المنظم هالحالة هون انت كيف عمليا كيف تعملها؟ طبعا بدك تجي انت للمخطط تجي للمخطط هيدا هون الشارج ان هيت نعمل لك كم نموزج هيدا الشارج ان اول في باس هيدا المكسف اللي بيجي انا اهيس على المكسف اللي قالو خمسة تمانمية 815 موجود الخمسة فولت طيب مكسفات البيباس سي واحدة ثمانين 17 مش موجود الخمسة فولت تجارب هالتجربة قبل ما غير ايسي الشحن برك خاصة ازا ما عنديها اني وصل اعمل جامبر من هيدا المكسف لهيدا المكسف بس تمام نشوف مثلا بناموزج تاني هيدا مثلا بالهواوي هيدا خط الباور ميدل وهيدا خط البيباس طبع هون المشترك بينته هيدا ارضي يعني هون المقصود فيها الارضي مش مشي تاني كل اللي بتعملوا بان المكسف قمت انا فخصت والله واصل على هيدا السي المكسف ونشوف ازا اشتغل اشتغلت كان به ما اشتغل بنا نبدل ما في مشكلة هلا شو اللي ممكن ازا في حال عملنا هالعملية ممكن يتعطل عنا هلا الواضح الارجح هلا طبعا كله نحنا عم بحكي انا نظري ما مجربته على ما وصلني الناس على الانجهز لبعرف انا اغلب شغلية تدريب قليل ما بيجيني اجهزة قبل ما اجهزة لصياني هالمسائل قليل نادرا ما استأتي نظريا الموضوع وانتو بتطبقوا هيدا الفكرة الاقتراح للحال انا نظريا بالنسبة الي نسبة عالية ناجح مية بالمية متأكد ازا جغبني لكن وان الممكن يتلف وممكن يتعطل عنا موضوع الوتيجي البوست لانه هيدا يخلي يمرر من هيدا الميلي ازا فتحت المفتد ازا فتحت يمرر الطيار باتجاه معاكز بخلال الوتيجي هلا الوتيجي الارجح بشكل كبير طبعا بدي يتعطل لانه ما عد فيه له مصر براني هيدا كله بتبين على التجربة وعالفحص انتو بتجربو انا اقترحت لكم هيدا الفكرة وبتشوفوا اللي بتنجح معو يعطيني خبر ومنشوف النتيجة ويعطيكونا الفعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة